استقبلت رعية اللاتين في الصلط سمو الأمير فراس بن رعد تصحبه سمو الأميرة دانا فراس والأمير هاشم بن فراس بحضور رئيس بلدية الصلط المهندس خالد الخشمان والمهندسة لينا أبو سليم رئيسة وحدة المشاريع في بلدية الصلط والمسؤول الإعلامي ببلدية الصلط زيد العوامل حيث كان في استقبالهم كاهن الرعية الأب الدكتور رياض حجازين وراهبات الوردية المقدسة والسيد فارس السمردلي وخلال الاستقبال قدم الأب حجازين شرحا موجزا عن تأسيس كنيسة الصلط أم الكنائس ومزار القديسة ميري الفونسين مؤسسة الرهبنة الوردية مبينا القيمة الروحية والتاريخية للمكان المقدس وفي ختام اللقاء تجول سمو الأمير فراس في أروقة الدير العطيق متأملا في عراقة تاريخ المكان الديني الأبرز في المنطقة